نتحدث عن أيضا تراجع آخر يطول منظومة كرة القدم الأردنية والحديث عن الحكام صراحة الحكام في الآونة الأخيرة تم استبعادهم من المشاركات القارية وآخر هذه المشاركات بطولة كأس آسيا للشباب التي استقام إن شاء الله في الأول من آذار المقبل في أزباكستان وأستاذ خالد الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الحكم الأردني شاهدنا البطولات كأس العالم كنا نتأمل بأدم المخادمة يكون متواجدة بكأس العالم في قطر لكن لم يحدث ذلك بطولة حاليا للفيفا في المغرب بطولة كأس العالم الأندية ليس متواجدة حكم الأردني وآخر الأخبار تقول أن عدم استدعاء لبطولة كأس آسيا وهذا شيء صعب على الحكم الأردني الذي شاهدناه في الآونة الماضية يحكم في أكبر البطولات الآسيوية كنهاي دورة أبطال آسيا وغير ذلك من البطولات لماذا هذا التراجع الكبير؟ يعني أنا اليوم شفت القائمة الحكام نهايات آسيا اللي مشارك فيها المنتخب اللي راح تصير في أزباكستان بشهر آذار ما فيها ولا حكم أردني لا ساحة ولا راية لا ما فيها ولا حكم المنديال قطر عشرين وعشرين ما كان تواجد الحكم الأردني في كثير من السن ثلاثة وعشرين منتخبات العام الماضي ما كان فيها ولا حكم أردني هذا يعني مؤشر على أنه في تراجع في سمعة الحكم الأردني في المحافل الخارجي وهذا شيء يعني بتعلق بدائرة الحكام واتحاد كرة القدم يعني أنا ما عندي معلومات ليش اتراجعنا لكن مجرد التراجع في خلل في التعامل مع التحكيم مستوى الحكم الأردني أكيد في بعض التفاصيل أنا مش متطلع عليها لكن بعرف أنه في أمور لها انتقادات كثير في دائرة الحكام في الاتحاد في التعامل مع الحكام من سنوات ودائما في تقاذف بين الحكام ولو بشكل خفي في عدم رضا في انتقادات لكن الحكم ما بقدر يطلع ويحكي يقول في مثلا تجاوز في واسطات في هذا الموضوع في غياب العدالة بالتعيينات لأنه إذا بدي يطلع يحكي بحسب لكن أنا بسمع من كثير من الحكام عن كثير من هاي الخفايا ومن هاي التصرفات اللي يمكن بتأثر حتى على معنويات الحكم فمجرد غياب الحكم عن كثير من المحافل الأسيوية وهذا ما كان موجود في الفترات الماضية لازم يكون برضو عنده وقفة حتى أنه يعرفوا ليش الحكم الأردني يغايب عن هذا المحافل ممكن من أهم الأسباب أستاذ خالد أنه ما واقبنا التطور في التحكيم أنه ما تم استدعاهم لهذه المناسبات يعني الكل أصبع عنده فار معادة دورينا مش موجودة عندنا هم عندنا كثير من الحكام شاركوا في دورات وشاركوا في الفار بالعاكس ممكن حكم فار واحد فقط عندنا أدهم مخادم شارك في أكثر من دورة في هذا الموضوع لكن ممكن أنه تلعب دور يعني أنا مش كثير مختص في الجالب التحكمية لكن المطلوب أنه إحنا نواكب الأمور التحكمية والتطور اللي مشوفه زي تقنية الفيديو حتى أنه الحكم الأردني يكون مهيئ في أي بطولة أنه يشارك لكن مثلا تقتصر تقنية الفار على حكم أردني أو حكمين فأكيد رح يتم استبعادهم من كثير من التفاصيل حتى ممكن التوقف الطويل ممكن أثر على لأنه هو غياب عن المنافسات ممكن الحس تبع الحكم منه يفقده يعني هذه تفاصيل الحكيم بالمناسبة اتحاد كرة القدم عامل يوم السبت حفل تكريم لخمسة من الحكام اللي يتميزوا في الموسم الماضي يعني هذه ممكن تكون مناسبة لأنه يكون في حكي صريح للحكام ويناقشوا هذا الغياب يعني نعم التكريم للحكام اللي بيشوفهم اتحاد تفوقوا في الموسم الماضي لكن بنفس الوقت التكريم لازم يكون في جلسة صراحة تحاور يعني ليش انه احنا مش موجودين احنا منكرم حالنا لحالنا يعني هذه الدائرة ضيقة لكن لما منطلع للدائرة الأوسع اللي هي المشاركات الآسيوية والعالمية ليش احنا مش واسطين لازم يكون في نقاش حتى انه يطلعوا يعني ممكن في حلقة نقاش حكم من الحكام مثلا يحكي بصراحة ويكشف بعض التفاصيل اللي بتدفع اتحاد كرة القدم او دائرة الحكام لتصويب الاوضاع اما انه ظل الحاكم الاردني بعيد عن هذا المشهد اعتقد انه يعني بيأثر على سمعة الكرة الاردنية بشكل عام اشتركوا في القناة